مصطلح الدعاء خوارج السلفية الوهابية مشكلتهم دائما مع المصطلحات اللغة العربية أو المصطلحات العربية خلاص كلمة دعاء عندهم معنى أنه دعاء لله لا الدعاء في اللغة المناده فاستغاثه الذي من شيعته أيش معنى استغاثه؟ قال يا موسى أغثني يا موسى أغثني هذا دعاء ولا مش دعاء؟ دعاء قال لك هذا في حال الحي يا حبيبي نحن نتكلم الآن حول المصطلحات نحن نتكلم الآن حول المصطلحات العربية العصيد حقك والخبيز وتلبيس إبليس لك دعك منه الرجل يقول يا موسى أغثني يا موسى هذا اسمه دعاء ولا مش دعاء؟ اسمه دعاء طيب هل هو عبادة؟ لا كيف خوارج السلفية الوهابية يقولون الدعاء هو العبادة؟ لأنه مبتدعة يبتدعون أشياء في دين الله ليست من الدين ليس كل دعاء عبادة لغير الله أنا أقول يا رسول الله دعاء هل هو عبادة؟ ليس عبادة دعاء نعم دعاء أيش معنى دعاء؟ أي مناداء يفهم هذا الكلام؟ يا موسى أغثني دخل الصحابي يا رسول الله القحت دعاء ولا مش دعاء؟ هذا الدعاء أيش معنى الدعاء؟ قلنا مناداء يا بحرف النداء يا فهو دعاء والدعاء هنا ليس عبادة ليس كل دعاء عبادة طيب الله تبارك وتعالى إيش يقول؟ لا تجعلوا دعاء دعاء الرسول أين هذه الأدلة تذهب من عقول خوارق السلفية الوهابية؟ ما أدري مصطولة مصطولة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفهاء سفهاء العقول هؤلاء شياطين الإنس خوارق السلفية الوهابية سفهاء العقول قال لك تسب وتشتب هذا ما يسب ولا شتب هذا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وصف خوارق قرن الشيطان بأنهم سفهاء الأحلام بلداء العقول حمقى سدق لا يعنى من الدين شيء تفهم وقعدك بل عربي ما يفهم لو قلبنا انجليزي الله أعلم ربما يفهمون لا تجعلوا دعاء الرسول أيش معنى دعاء الرسول؟ يعني عبادة الرسول دعاء الرسول أيش معنى دعاء الرسول؟ عبادة الرسول لا مش عبادة الرسول يعني منادات الرسول خطاب الرسول فليس كل دعاء عبادة يا خوارق السلفية الوهابية ليس كل دعاء عبادة يا شياطين الإنس السلفية الوهابية هذا الكلام يجب أن يعيه كل مسلم عامي نحن نتخاطب ونكلم ونحدث عوام المسلمين أما الوهابية والله من شاء الله هدايته أهلا وسهلا ومن شاء أضله وأعماه وأبقاه على ضلاله وانحرافه وعلى مروقه من الدين هذا شأن له يعني بحمد الله تبارك وتعالى لا يعنينا نحن خوالق السلفية الوهابية بل كلامهم وأحادثهم والله شيء مقزز والله حتى في التعليقات ينشر لك أشياء ليست في الموضوع أو أنك قد تكون مثلا تحدثت حول هذه الأمور لكن يتحدث في هذه المسألة في فيديوهات أخرى كأنه يريد التضليل على نفسه يريد إخماد نفسه أنا أضع طبعا الفيديوهات التي تتحدث في المسألة مثلا مسألة الاستغاثة أضعها في نهاية الفيديو كذلك ندعم الفيديوهات بالأدلة وهذا ما أريده من إخواني من أهل السنة تعليقاتكم في الفيديو لابد أن يكون المتعلق بمضمون الفيديو هذا الفيديو نتكلم عن الاستغاثة ادعم الفيديو هذا بأدلة الاستغاثة هذا نريده من الأحباب أنا بإذن الله تبارك وتعالى سأدعم كل فيديو بما نتكلم به بالأدلة سأضعه في أول تعليق مثبت في أول تعليق ليعود من شاء إلى الأدلة الكتابية إذا لم يعي الأدلة السماعية والقولية فليعود إلى الأدلة الكتابية لعله يعي ويبحث شيئا فشيئا ليس كل دعاء عبادة للمدعو هذا يجب أن يعيه المسلم لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذا في كتابه فقال فاستغاثه هنا الآن الرجل دعا سيدنا موسى والدعاء هذا ليس عبادة قال الله تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول وبين لنا على أن الدعاء هنا معناه النداء وليس عبادة إذن ليس كل دعاء عبادة نفس الكلام في مصطلح الدعاء هو نفسه في مصطلح الاستغاثة ليس كل استغاثة عبادة شف كيف ليس كل استغاثة عبادة لأن الرجل هذا استغاث بسيدنا موسى فهل هو عبد سيدنا موسى لا الرجل الذي دخل الصحابي الذي دخل إلى المسجد واستغاث برسول الله هل هو عبد رسول الله لا هل قرره رسول الله قال له هذا شرك وهذا دعاء لغير الله لا تضحت المسألة حديث سيدنا بلال بن الحارث الذي ذهب إلى قبر النبي ونادى النبي واستغاث برسول الله في قبره قاءه النبي في المنام هل قال له أنت اليوم سويت شرك النبي صلى الله عليه وسلم قاله في المنام قال له هل سويت شرك طيب الآن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله في المنام إذن أقره على فعله طيب الصحابة حينما ذهب سيدنا بلال إلى سيدنا عمر وإلى قمع من الصحابة سيدنا عبد الله بن عباس موجود في قمع من الصحابة يعني قاء إلى مكان الخلافة وقال يا خليفة رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغك أن تفعل كذا وكذا وأمره بالاستسقاء إيش سويت ذهبت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستغثنا به وشكونا له حال القحط وحال أمته من القحط الصحابة كلهم يسمعون هل قالوا له فعلت شرك دعوت عبدت غير الله هذا الحديث يأتي خوارق السلفية الوهابية يريدون أن يضعفوا هذا الحديث طبعا ورددنا عليهم ورد عليهم علماء أهل السنة لكن أنت العامي قل له يا أخي هذا الحديث ذكر الإمام الحافظ بن حقر عسقلاني ولم يقل بعد الحديث على أن هذا الفعل شرك أو هذا الفعل يؤدي إلى الشرك إذن سيدنا أمير المؤمنين في الحديث بن حقر العسقلاني يقرر المسألة ما فيه في عقولهم أن هذا الفعل شرك هذا الحديث ذكره أكثر من إمام ابن القوزي وذكره حتى بعض الحافظ الذهبي وغيره موجود هذا الحديث في بعض السنن كسنن الإمام الدارمي سنن الإمام أحمد يعني أحاديث الاستغاثة موجودة في السنن في أمهات الأحاديث أمهات السنن عند أهل السنة هل يوجد من نص بعد الحديث قال هذا الفعل يؤدي إلى الشرك أو هذا الفعل شرك يا أخي عبارة الاستغاثة بغير الله شرك لم ينص أحد من الأئمة لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين ولا من بعدهم إلى يومنا هذا ما في أحد قال بهذه العبارة الاستغاثة بغير الله شرك إلا شخص واحد وهو الضال المضل المنحرف الشاذ ابن تيمية غفر الله له شركه وغفر الله له ضلالاته وغفر الله له مروقه من الدين يعني هذا الأمر جعله في حكم الزندق زنديق علماء أهل السنة رمه بالزندق حينما قال لا يستغاث برسول الله تصور إذن ابن تيمية هو الذي أنكر هذا شوف كم 14 قرن 1400 سنة لا يوجد في أمهات السنن مقولة تقول الاستغاثة بغير الله شرك مع وجود أحاديث وأدلة الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى ومع ذلك لم ينص أحد على أن هذا الفعل شرك أو حتى مؤدي إلى الشرك ليش؟ لأنه ليس في بالهم أن هذا من أعمال الشرك أو حتى أنه من العبادة أو أنه من الدعاء لغير الله ما فيش في بالهم هذا الأمر هذا الذي اخترعه وابتدعه ابن تيمية وقدد هذه العقيدة وهذه الضلالة وهذا الانحراف والشدود خوارج السلفية الوهابية بعد أربع قرون من ابن تيمية أو خمسة قرون الذي قدده محمد بن عبدالوهاب سمسر بريطانيا خلاص أنا أعرف أن ابن تيمية أول من ابتدع هذه المسألة واندثرت خلاص ما في حد ذكرها حتى قاء خوارج السلفية الوهابية في القرن الثاني عشر وقددوها قددوا هذه البدعة وهذا الشدود وهذا الانحراف أنا أحمق وساذق لهذه الدرجة باقي أتبع ابن تيمية وهؤلاء الشرذيمة الذين في قرن الشيطان يعني هذا منطقة للعقل يا عامي يا مسلم يا مسلمة اتقوا الله خافوا الله ارجع لي لأمهات السنن ارجع لي الإمام الدارمي والإمام أحمد في مسنده وارجع لي ابن ماجة والنسائي والترمذي أحاديث الاستغاثة كلها في كتب السنن ما تصدق أنها مش موجودة موجودة في كتب السنن نحن نريد حتى وإن كانت ضعيفة تصدق حتى وإن كانت ضعيفة هي صحيحة بس أقول لك وإن كانت ضعيفة هات واحد منهم يشير على أن هذا الحديث شرك أو يؤدي إلى الشرك هذه المقولة أن سيدنا عثمان يعني سيدنا بلال بن الحارث ذهب إلى قبر النبي قال هذا حديث شرك أقول لك الإمام ابن حقر صحح الحديث وقال إسناده قوي ابن كثير صحح الحديث وقال إسناده قوي لو كان شرك بيقول لك هذا العمل شرك سيشرحه للأمة الإسلامية حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام سيدنا توسل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الحديث توسلوا الاستغاثة ما أحد قال هذا شرك وهذا فالأمر قال نقول لكم بدعة من بدعة خوارج السلفية الوهابية سألو الله السلامة العافية السلام عليكم ورحمة الله